أعرب ناقيب المحامين عبد الحليم علام عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشرعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها والتي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال أكتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية لاستكمال مناقشة مشروع القانون أشهد علام بالجهد المبدول في إعداد مشروع القانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور كما وجه علام التحية والتقدير للجنة الشؤون الدستورية والتشرعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر ومشيدا بقيام اللجنة بفتح أفاق الحوار المجتمعي حول الأطرحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون